انا عايز اوجه هذا السؤال او هذه النقطة تحديدا لسات اللوة هشام الحلبي يعني شايف ازاي هذه النقطة تحديدا يا سات اللوة في مخرجات الحوار ايه الحقيقة انا شايف انها نقطة احتراف شديد جدا لان انا محتاج ادخل حجم من القوات والتسليح قريب جدا من الحدود وده من نسبة ليه الترتيبات الامنية يتجاوز العداد الموجودة وعدد ده لازم يخش علشان اقدر اكافحها في مبدأ في بناء القوى القتالية تبنى القوى القتالية طبعا للتهديد فانا محتاج ادخل حصل تنسيقات كثيرة من 2011 ودخلنا القوات بكل اشكالها وانواعها لكن كان لازم الكلام ده يكتب فيه ويتعدل الملحة الامن وده كانت خطوة مهمة جدا لان انا فيه حكومات متعقبة هناك يعني فانا عايز كلام ده يبقى موسق والحقيقة فيه انا عايز اقول الموضوع في شكل قانوني فيه اتفاقية اسمها اتفاقية فيهنها لمعهدات ده صدر السنة 69 اتفاقية ديها فيها بتقول يعني بصورة سريعة كده ان ازاي اعمل اتفاقية ولا ايه ممكن اغيرها ازاي المادة 62 بتقول ان ان انت ممكن تغير البنود بشرطين اول شرط لما يحصل تغير جوهاري للظروف مقارنة بالظروف اللي حصلت اثناء اتفاقية الاتفاقية والنقطة التانية اتفاق الطرفين فحصل تغير جوهاري في الظروف وهو وجود ارهاب ما كانش موجود ده ايه ملتفاقية في السبعينات خلص وبالتالي والتوافق بين الطرفين ودي كانت الحقيقة النقطة المهمة جدا ان انا عدلت الترتيبات الامنية وانا بركز كمان على المصطلح لان اسمها ترتيبات امنية وليس عمل من اعمال السيادة لان تبقى لمعاهدة السلام في المادة الرابعة بتقر بسيادة كل طرف على اقاليم التلاتة البري والبحري والجول فالسيادة موجودة لكن ما هي موجود تبقى للمادة الرابعة اسمها ترتيبات امنية وهي ترتيبات طبيعية بين دول حرب بعض سنين طويلة فكون ان انا اعدل في الترتيبات الامنية دي انا شاف انها انجاز لمصر واني يبقى فيه قبلها تنسيقات كتير تنسيقات حصلة انا ادخل قوات بهذا الحجم وهذا الشكل على الحدود فانا شاف ان ده ثقة في القوات المسالحة المصرية انه جيش رشيد انا فعلا بحارب الهاب ما فيش التحرك الدولة المصرية تحرك قانوني والتحرك قانوني اهميته انه هيبقى ثابت هيبقى مستمر ما هواش يعني يتغير بوسطة حكومات لان مضت الحكومتين عليه فانا شاف ان نقطة الحقيقة كانت تقوم بقى وده نقطة يمكن تطرق لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار تلفزيوني له في 2015 و14 لما سؤل لما سؤل يعني اذا ما تطلب الامر تعديل يعني الاتفاقية الامنية قلقه اللي احنا عايزينه بنعمله وده فانا اثبتت ان التواصل المباشر يعني كان فيه ناس ساعات والله يعني بقول ضد التواصل المباشر ونقعد مع بعض لا انا شاف ان هو التواصل المباشر والفتح الموضوعات بصورتها الساخنة حتى وزي ما هي نفتحها ونقعد ونتفق ونصل الى اتفاق ونحطه في شكل قانوني ده اللي بيخليه يستمر ما هو قاعد السلام فوق الهربعين سنة ليه واخد شكل القانوني كم دي بتجوه نصوصها اصلا بتقول انه ممكن الطرفين بالاتفاق يعني بالزبط كده بالزبط وماشي دايما وماشي دايما مع كمان اتفاقات بيننا مادات المادة 62 وهي مادة يعني واضحة وقوية جدا